كابتل حساب البدري المدير الفني السابق لمنتخب مصر من ثلاثة يام تلقى اتصال من وكيل مقرب جدا من الاتحاد الغاني عرض عليه فكرة تدريب المنتخب الغاني وقال له ايه رأيك؟ تيجي اتضرب المنتخب الغاني فالكابتل حساب البدري قال له طبعا ما مانعش قال له طب خلاص انا هعرض هذا الامر على الاتحاد الغاني لما عرض هذا الامر الوكيل على الاتحاد الغاني الاتحاد الغاني ايضا رحب بشكل مبدعي بهذا الامر ففي دلوقتي ترحيب مبدأي من الكابتن حسام البدري وفيه ترحيب مبدأي من الاتحاد الغاني للكورة القدمية الاتحاد الغاني بيبحث أكثر من سيفي سواء في القارة الأفريكية أو في مدربين عالميين بيبحث أكثر من سيفي ما خدش قراره بس هو حاطت الكابتن حسام البدري كمرشح لتدريب المنتخب الغاني الأمور وقفة في إيه؟ الأمور وقفة في شروط الكابتن حسام البدري كابتر حسيني البدري بيسأل عن معسكرات هيعملها لمنتخب الغاني بسرعة قبل مباراة تصفيات كاس العالم قدام المنتخب النجيري المعسكرات دي تكون في مصر هل هو هيحسب على مباراة المنتخب النجيري دي ولا لا عشان الفترة الزمنية قليلة جدا وعبان ما يحفظ الفرقة وخلافه دي مباراة في تصفيات كاس العالم وبالتالي لو ضرب كابتر حسيني البدري منتخب الغاني ولا قدر الله خسر اكيد هيبقى فيه غضب من الشعب الغاني والجميع الغانية فهو عايز يضمن انه ده ما اصرش على مستقبله مع المنتخب الغاني طبعا ده بخلاف طبعا امور مادية ومالية بيتفق فيها كابتر حسيني البدري مع الاتحاد الغاني من خلال هذا الوكيل طيب هل كابتر حسيني البدري هيضار المنتخب الغاني المعلومة اللي عندنا انه الحد دلوقتي خمسين 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 في المية اه خمسين في المية لأ من ناحيتين يعني لسه ما وصلوش الاتفاق واضح لسه ما فيش كلام كله فيه وسيط في النص عمال يوصل للكابتر حسيني البدري طلبات الاتحاد الغاني والكابتر حسيني البدري بيوصل من خلال هذا الوكيل طلباته للاتحاد الغاني عموما يعني نتمنى التوفيق اكيد للكابتر حسيني البدري ولو ضرب المنتخب الغاني فهو منتخب كبير جدا يضيف للكابتر حسيني البدري واكيد هو كمان هيدف لهم كتير